السلام عليكم. هذه فكس امريكي. وهذه ايضا فكس لسان عصفور. كلها من فصيلة واحدة. لكن اختلاف بشكل الورق. فهذا شكل ورق الفكس الامريكي بتاتي بهذا الشكل. وهذا شكل لسان العصفور او فكس. ويسمونه فيكس. هذه لها لسان. فلذلك تسمى لسان العصفور. مثل لسان عصفور. وتتميز لسان العصفور بالتلامع. وورقتها الناعمة. وتتلامع مع الشمس كما نشاهد شوه. فتعطي شكل جدا جميل. اثناء تعرضها للشمس. شوهوا شوهوا متلامعة. الفكس الامريكي. فيه لمعة لكن اخف. واقل. طبعا هذه الشجرة عمره قليل ثلاث سنوات. الحوض مرة صغير. لو كانت بحوض كبيرة. لان كان نمت بشكل اكبر. علما انه هذه الشجرة او سوف تغطي على كامل السور. يعني هذه ليست بهذا الشكل. دائما لما نجرع شجر. نحاول نعرف شكلها النهاي سواء بالمشاهدة بالحدائق والشوارع. او عن طريق جوجل في الصور. نكتب اسم الشجر لسان العصفور. ويطلع لنا حجمها في الشوارع او في تويتر تكتب اسمها. فتشوف الحجم هذه تطلع من هنا اربعة متار ومن هنا اربعة متار. يعني هذه واحدة شجرة واحدة تغطي السور هذا كامل. ولذلك الآن انت زراعتها متقاربة سوف تصبح يعني بشكل اه متشابك وممكن تقطع واحدة من هذه الثلاث. يعني مثل هذه مثل الآن. هذا الباب باب جار. زينا. الشجر هذي بتطلع مو بقاعدة كده. انت بتطلع وتغطي باب الجار فدائما ما تزرع هنا الا شجيرات. اللي عندي الجيران واندي باب البيت. وفي الوسط تزرع شجرة واحدة كبيرة مثلا. اللي سارع الصفور النيم اللبخ اي شي بس خلها واحدة. هذا الان جوار الكراج باب السيارة ومدخل البيت. وحطين عندك الجاتروفة. الجاتروفة هذه هذي طبعا متساقطة في الشتاء بترجع تورق. وهذه الجاتروفة هذا حجمة يعني. يعني تاخذ متر وترتفع الى اثنين متر. وانديك العداد الكهرة ما راح يسمحون لك الشركة انك تغطيه فتقلمها. ويكون شكلها جميل مدخل المنزل مع شجيرات تحت من الورود. يعني هذا حوض واحد فقط. متر في متر او اقل من متر في متر. جمل المدخل البيت في شجرة مزهرة وشجيرات عطرية. وزهرية في الاسفل. او مثلا تحط لك الفل. الفل ايضا من الشجيرات. او الجوري. هذا من الشجيرات. وهذه تفتي فيها ايضا من الشجيرات. ممكن تكبر بعدين تكون حجمها كبير. مع زهور الزينية والبفتاز مثل ما نشاهد. وكيدا صار مدخل المنزل ممتاز جميل وانيق. في متر او متر او فقط احوال. اما اذا كنت بتزرع تقول انا بزرع كامل السور بحب يكون سوري كله اشجار. فتحرص الكم مثلا هنا في ساروك مثلا. او هذه شجرة الكابوك. هذه شجرة نادرة من اشجار القطن. هذه تطلع بشكل صاروخي عمودي. فما رح تأثر على باب الجار اطلاقا. وهذه البفتة جميلة. وهنا ايضا شجرة عمودية صاروخية لتولي بالنيل. هذه ايضا ما رح تتفرع بشكل كبير. وبجنبه هذا الياسمين اسكندراني. وهو يشبه الياسمين العراقي. كلها من انواع الياسمين الجميلة. والمزهرة في بيتة الان تزهر. في فصل اه من مصل غبيع الى نهاية الصيف وهي مزهرة وفواحة. طعم متسلقة هي زي المسواك. تتشابك كده وتتسلق. لا بد ان احط له عمود هنا. شجيرات. يعني هذا لو بازرع الحين انا مثلا لو ابغى ظل انا جهة غربية حتى لو زرعت شجرة الظل ما رح استبيد من اشي. كان حطيت هنا واحدة لبخ وصلح تغطي من هنا. وتغطي من هنا مثلا. او بونسيانة او البيزيا سمان او النيم اي شجر او السدر البلدي. الاشجار الكبيرة هذه. يكفي واحدة. والباقي من هنا اخليش شجيرات. جاتروفا. اه تيكوم اه اه اشجار البفتة اشجار البتونيا. اه جوريا. فل ياسمين. عرب تسلون. يعني متسلقات ست الحسم مثلا. متسلقة الياسمينة الاحمر. خليها تطلع كده. يعني يكون عندك اه شجيرات وشجرة. شجرة اصلية ضخمة. هذه هي المضالة للسيارات. واللي تحت شجيرات. حتى تقدر تزرع بذنجان وطماط. هنا في الشارع. مش المشكلة يعني. الشيء حلو. مرحض يأكل منها. وبس حاوض تخليها زراعة عضوية عشان ما ترشها موبيدات ويأكلون الناس منها ويمرشوشة. كل هذا رش عضوي. كل هذا هنا في اثار السفرار نقص حديد. ومغنيس يمكن ان شاء الله الموات الجديدة تكون جميلة. وهكذا يعني زراعة جميلة حلوة وممتعة. بس دائما فكروا في حجم الاشجار قبل تغرسونها وشكرا لكم.